قائمة فوربز السنة رقم إياسة لعدد الملياردرية بلغ 1826 شخص مين تصدر هالقائمة؟ للمرة 16 خلال 21 سنة الماضية عم يتصدر مؤسس مايكروسوفت بيل جيتز قائمة مجلة فوربز السنوية لأغنى أغنية العالم مع صافة ثروة بلغت 79.2 مليار دولار وحلقت بالاتصالات المكسيكية من أصل لبناني كارلوس سليم تانياً بثروة 77.1 مليار دولار ورئيس مجموعة بيركشاري هاثوي وورين بوفت المرتبة الثالثة مع 72 مليار المرتبة الرابع احتل الإسباني أمانستيو أورتيغا مؤسس مجموعة إندي تاكس اللي بتضم شركة زارة للملابس من بعده رئيس مجلس إدارة أوريكل لاري أليسن أما الأول عربياً فهو الأمير الوليد بن طلال بثروة 22.6 مليار دولار توضعه بالمرتبة 34 بالعالم في حين احتلوا الأخوين نجيب وطاها مئات الأغنى لبنانياً لمرتبة 534 بالعالم مع ثروة 3.3 مليار لكل واحد وكان أصغر مليار دولارات على القائمة مؤسس أبليكيشن سنابتشات إيفن شبيغل عن عمر 24 سنة بثروة 1.5 مليار دولار ودخل لجم كرة السل الأمريكي مايكل جوردن قائم للمرة الأولى بثروة صافية 200 مليار دولار سيدرس بانك مصرف جديد أبصر النور بلبنان بعدما تم الإعلان رسمياً على استحواذ سيدرس إنفست وهو مصرف متخصص على ستاندرد شارترد بانك التجاري قدرنا نزيد رأسمالنا بفترة عصيرة كذا مرة ومستثمريننا المساهمين طبعاً البانك ما ترددوا ولا لحظة بالاستثمار بالكتاع المصرف اللبناني